المنبر الكثير من الناس وبخاصة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يحرصون على الصلاة في مصلاة أما المنبر فنحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب أولى الأمر واقفا وإذا تعب استند إلى جزع نخلة ثم انتهى الأمر إلى بناء منبر له يستريح عليه وحدث تطور في هذا المنبر ولكن أين وضع هل على يمين مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المطري أحد المؤرخين للمسجد النبوي ورد أن الواقفة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم تكون رمانة المنبر الشريف حذو من كبه الأيمن وجاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزاري أن المصلية في مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل عمود المنبر حذو من كبه الأيمن من هنا نرى أن منبر الرسول عليه الصلاة والسلام كان على يمين المصلى أي القبلة أو المحراب لكن هل هذا الوضع واجب الالتزام؟ لم يرد نفس بالالتزام وإنما الكلام الوالد هو بيان موضع المنبر وهو لا يدل على الوجوب وإن كان يدل على الندب اقتداء بما كان عليه الحال في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بحرام أن يوضع المنبر في أي مكان والمهم هو وجود شيء مرتفع يساعد الخفيد على إسماع الناس وقد يستغنى عنه بمكبر الصوت وتؤدى الخطبة من وقوف على الأرض أو جلسة على كرسي كما يحصل أحيانا في بعض المساجد في خطبة العيد إن الأمر سهل لا ينبغي أن يشتد فيه الخلاف وإن كان من الأوفق أن يراعى المأثور عن السلف في ذلك وهو وضع المنبر على يمين المحراب والله أعلم